مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم احرث و ازرع ارض بلادك بكرة تنطرخر لبلادك كابد واسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها جاهد واسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان بكل خير عبر أثيري راديو الثورة في برنامجنا الأسبوعي المتجدد دائما فسح الجمال والذي يقدمه لكم المهندس إياد يسوف يوم الاثنين من كل أسبوع في هذه الحلقة رح نتعرف على طرق اكثار وزراعة النباتات المنزلي وللحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم الدكتور رضا دريعي أستاذ مساعد في كلية الهندسة الزراعية في جامعة إدلب ومختص في علوم البستنة أهلا ومرحبا بكم دكتور رضا مرحبا بك أستاذ ياد ومرحبا بجميع الأخوة مستمعين راديو الثورة دكتور رضا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أسس الزراع المنزلي وما هي طرقها والمتطلبات المطلوبة لإجراء الزراع المنزلي نتكلم اليوم عن طرق اكثار وزراعة النباتات المنزلي هل يمكن لكل شخص يرغب بالزراعة في زراعة النباتات المنزلي أن يقوم باكثارها وزراعتها مباشرة أم أن الأمر يحتاج إلى خبرة خاصة؟ يمكن زراعة النباتات المنزلية بعدة طرق وتختلف طرق الإكثار لهذه النباتات المنزلية بحسب النبات ومدى سهولة أو صعوبة إكثاره وعموما أهم طرق الإكثار لهذه النباتات المنزلية هي أولا الإكثار بالبذور تعتبر هذه الطريقة من الطرق الزراعي البسيطة والسهلة حيث تتم زراعة البذور للنباتات المنزلية في التربي أو الأصيص المخصص للزراعة مع مراعاة أن تتم زراعة في الوقت المناسب بحيث تنبت البذور بشكل سريع ومتجانس وأن تكون التربة رطبة ودافئة ثم بعد ذلك تتابع عمليات الخدمة اللازمة للنباتات من ناحية الري والتسميد وغير ذلك دكتور طريقة الإكثار بالبذور هل هي طريقة عامة على كل النباتات أم هناك نباتات يمكن أكثارها بالبذور وما هي النباتات طبعا هناك بعض النباتات تستخدم لها أو الطريقة الشائعة لإكثارها هي استخدام البذور بعض النباتات تستخدم لها طرق إكثار أخرى كالإكثار بالعقل وما إلى ذلك ممكن أن نسردها لاحقا لكن أهم النباتات التي يتم اكثارها بالبذور هي النباتات العشبية المزهرة كنباتات الحباق، عرف الديك، زمر السلطان، بقلة الزهور، الأقحوان، المنثور، فم السماكي وغير ذلك من النباتات الزينية المنزلية بالإضافة إلى بعض أنواع الخضار أيضا وشو هي الطرق الأخرى من طرق الاكثار؟ كما ذكرنا لدينا أيضا الاكثار بالعقل حيث يمكن اكثار بعض النباتات بوسط العقل وخصوص النباتات الزينية تختلف أيضا درجة سهولة أو صعوبة الاكثار بالعقل باختلاف النباتات فبعض النباتات يمكن اكثارها بسهولة بوسط العقل وبعضها الآخر يتطلب استعمال هرمونات التجزير حيث تكون عملية اكثارها صعبة بدون هذه الهرمونات بكل الأحوال يتطلب الأمر معرفة خاصة بأنواع النباتات وأمكانية اكثارها من قبل الشخص المهتم بالزراع المنزلي ويفضل استشارة المختصين أو الصيدليات الزراعية في حال استخدام الهرمونات النباتية من أجل إجراء عملية التجزير أو لأن نباتات أو اكثار نباتات صعبة التجزير دكتور السؤال موصول كمان بالنسبة للإكثار بالعقل شو هي النباتات التي يمكن اكثارها بالعقل؟ يمكن اكثار بعض النباتات بالعقل كالورد والياسمين والعسلي والفل ونباتات التنسيق الداخلي كالسجادي والمكحلي وقلب عبدالوهاب وغيرها ومعظم أنواع النباتات الصبارية المنزلية دكتور كثيرا ما يتبادر فكرة العقل الورقي شو المقصود بالعقل الورقي؟ بالنسبة للعقل الورقي في بعض الأحيان تستعمل الأوراق في إكثار بعض النباتات الزيني أو النباتات المنزلية مثل جلد النمر البيجونيا حيث تأخذ الورقة كاملة أو يأخذ جزء من هذه الورقة وتزرع في بيئة مناسبة عادة هي تكون الترب شرط أن تكون سليمي جيدة النمو هذه الورقة توضع فوق سطح التربة من جهة العروق البارزي ثم تضغط قليلا حتى تلامس تربة جيدا وتترك لحين تشكل الجذور والبراعم أو توضع بشكل قائم في الأصيص بعد أن يجوف مكان القطع سواء كانت ورقة كاملة أو قطعة منها وتترك حتى يتم التجزير بشكل جيد كما هو الحال عند إكثار نبات جلد النمر دكتور أنت من خلال حديثك عن طرق الإكثار بالعقل الوراقية ركزت على مسألة أن الترب شو هو الترب المقصود بالترب هون؟ الترب هو وسط زراعي يستخدم عادة لزراعة أو لإكثار نباتات الزينة المنزلية يستخدم أيضا لإنتاج الشتول في المشاتل طبعا هو طريقة من الزراعة التي نسميها بدون تربي أو الزراعة المائية نسبة للترب هو عبارة عن مخلفات نباتات مدفونة في التربي تم استخراجها وإجراء عمليات التعقيم وما إلى ذلك وتسوق في الصيدليات الزراعية على أنها وسط زراعي لنمو النباتات وتعتبر هي أو زراعة من طرق الزراعة بدون تربي دكتور هل الترب تختلف عن الكمباست أو السماد المتخمر؟ بالنسبة للترب أو ما يسمى أحيانا بالبيتموس هو مختلف عن الكمباست الكمباست هو عبارة عن إعادة تدوير واستعمال النفايات العضوية المنزلية بمعنى مخلفات النباتية وما إلى ذلك يتم إجراء بعض المعاملات الخاصة بها والتخمير وما إلى ذلك بحيث تنتج لدينا أيضا وسط زراعي يسمى بالكمباست وهو مختلف تماما عن الترب أو ما نسميه بالبيتموس أيضا البيتموس متوفر بشكل كبير في الصيدليات الزراعية في عبوات أكياس تصل إلى 15 لتر على ما أعتقد 15 أو 25 لتر تماما دكتور من طرق أيضا الإكثار اللي بيتم فيها بالنباتات المزلية هي الترقيد ممكن نحكي عن طرق طريقة الترقيد يقصد بطريقة الإكثار بالترقيد ثني فرع من النبات الأم وطمره تحت سطح التربة بحيث يبقى متصل مع النبات الأم حتى يتم التأكد من تكوين الجزور في منطقة الطمر وبعدها يفصل الفرع من جهة النبات الأم وقبل منطقة الطمر في حال كون الفرع صلب أو بعيد عن سطح الأرض فتتم عملية الترقيد أو ما يسمى بالترقيد الهوائي وذلك بإجراء تحليق أو إزالة حلقة في قشرة الفرع في المكان المراد إجراء الترقيد فيه تلف المنطقة منطقة الترقيد بطبقة من الطين المبلل أو بأصيص يحتوي على التراب ويتم فصل الفرع أسفل منطقة الترقيد بعد التأكد أيضا من تشكيل الجزور يستخدم الترقيد الأرضي لإكثار العديد من النباتات كالياسمين واللبلاب والكرمة العذراء والجهنمية والعسلة كما يستخدم الترقيد الهوائي لإكثار بعض النباتات الزينة كأنواع التين المطاط وكف مريم والفل وغيرها عادة نلجأ لعملية الترقيد من أجل الحصول على نباتات كبيرة وتحمل مجموع جذري قوي خلال فترة قصيرة طبعا هذا ما يميزها عن العقل وتكون نسبة التجذير في هذه الطريقة مرتفعة مقارنة بالإكثار بالعقل كما قلنا لأن الفرع يبقى متصل مع النبات الأم حتى يتم التأكد من تشكيل الجزور في منطقة الترقيد أو في منطقة الطمر دكتور رضع طريقة الترقيد من خلال حديثك يعني تحتاج إلى خبرة خصوصي بمسألة أنه حضرتك قلت حتى يتم تكوين الجذور أنا في المادة اللي بدي يتم في عملية الترقيد في مادة تشجع تكوين جذور عن نبات قبل ما ينفصل عن نبات الأم؟ لا نحن نستخدم هذه الطريقة طريق الترقيد لأننا نحاول ابتعاد عن استخدام أي مواد أو أي مكونات لتشجيع الجذور أو لتشجيع عملية التجزير فمجرد أن نقوم بطمر هذا الفرع من النبات في التربي أو إذا كانت ترقيد الهوائي أيضا بتغليف منطقة الترقيد الهوائي بتربي أو بمحاطة بغلاف بلاستيكي أو بكيس بلاستيكي تتم عملية تشكيل الجذور يمكن أن نتأكد سواء باليد سواء بأي شيء نتأكد من تشكل الجذور ثم نقوم بعد ذلك بعملية القطع من اتجاه النبات ونحصل على نبات جديدة هل هناك دكتور فترة زمني محددة لكل نوع من أنواع النباتات؟ وحضرتك ذكرت هوني قلت في بعض النباتات بتكون صلبة وقاسية ما منحسين أنه نتنية مثل ما بيقولوا تماما النباتات لت تكون قاسية ولا نستطيع ثنيها وإصال هذه الأفرع إلى التربي نقوم بعملية ترقيد الهوائي وهي عبارة عن إجراء العملية أو إحاط نفس الفرع الذي نريد أن نقوم بعملية ترقيده إحاطته بكتلة ترابية في الهواء دون أن نرفع التراب إلى عند هذا الفرع بدل من أن ننزل الفرع إلى التراب أو التربي دكتور الفترة الزمني لتكوين الجذور على النبات الترقيد؟ بالنسبة للفترة الزمني تختلف باختلاف النوع النباتي لكن هي بالعموم أقصر من الفترة اللازمة لتكوين الجذور على العقل ممكن أن نفصل ذلك باختلاف الأنواع عندما ندخل فيه دراسة الأنواع النباتي وطرق إكثارها بشكل مفصل ممكن أن نتكلم لكن عموما هي تتراوح بين أسبوع وإسبوعين حسب الأنواع النباتي ممكن أن تزيد أو تزيد عن هذه الفترة بحسب الأنواع دكتور الترقيد طريقة من طرق الإكثار الواسعة واللي ممكن إن شاء الله نحكي عنا في حلقات قادمة لكل نوع من أنواع النباتات شو بالنسبة للإكثار بالخلفات أو الفسائل؟ بالنسبة للخلفات أو ما يسمى بالفسائل هي عبارة عن نباتات صغيرة تنمو بجوار النبات الأم أو النبات الأصلي عندما تصل إلى حجم مناسب نقوم بفصلها عن النبات الأم باستخدام آل حدي ثم ننقلها إلى أصيص مخصص لزراعتها وذلك في فصل الربيع ثم تولى لها عمليات الخدمة اللازمية بحيث تنمو بشكل طبيعي محصورة ببعض النباتات أو كل أنواع النباتات؟ وشو هي أنواع النبات التي تم إكثارها؟ بعض الأنواع النباتية تشكل هذه الفسائل من الأنواع النباتية التي يمكن إكثارها بطريقة الفسائل أو الخلفات عن نبات العسلي، عن اليوكا المنزلية، عن الدارسينيا، عن النورجيليا، عن الجوزمانيا وغيرها طبعا من هذه النباتات معروفة في المشاتر بأس gaze. دكتور رضا من طرق الإكثار التقليدي اللي كلنا منعرفان اللي هي البيذار والعقل والترقيد بس في عنا طريقة من طرق الإكثار بجوز كتير من الناس بتتجاهلة واللي هي الإكثار بالأبواغ وبالبلابل بالنسبة للإكثار بالأبواغ هي تستعمل بشكل خاص في النباتات السرخصية أو في السرخصيات تؤخذ الأبواغ من نباتات بالغة وتوضع في بيئة مناسبة للإنبات وعادة لما تكون الترب أو البتموس كما ذكرنا مع الريء الضبابي حتى مرحلة الإنبات وعندما تصل الشتور إلى الحجم المناسب يتم تفريدها ونقلها إلى أصص صغيرة مناسبة أما بالنسبة لإكثار النباتات المنزلية بالبلابل كما هو الحال في نبات الريباني حيث يشكل نبات بلابل هوائي صغيرة تشبه في شكلها النبات الأصلي إلا أنها تكون متصلة بأفرع هذا النبات تفصل هذه البلابل وتزرع مباشرة في الأصص المعدلها وتتابع عمليات الري والعناية بها أو يمكن أن يترك البلبل أو هذه البلابل متصلة مع النبات الأم بنفس وقت زراعتها في الأصيص الجديد وتبقى كذلك لحين تشكيل جزور قوية قادرة على تزويد النبات بالعناصر الغذائية الضرورية لنموه وكما ذكرنا مثال لها نبات الريباني دكتور ممكن بعض أنواع النباتات اللي بيتم إكثارها بالأبواغ نباتات صرخصية صرخص موجود نبات صرخص ودكتور بالنسبة للإكثار بالأجزاء الأرضي شو المقصود فيها هون لدينا بعض الأنواع النباتية التي يتم إكثارها بما يسمى بالأجزاء الأرضي فمثلا لدينا التوليب يتم إكثاره باستخدام الأبصال الحقيقي لدينا البيجونية الدرانية يتم إكثارها باستخدام الدرانات لدينا الغلاديول أو غليول يكاسر بالكورمات أيضا لدينا نبات السوسان يكاسر بالرزومات لدينا النبات الأضالية الذي يكاسر باستخدام الجزور المتدرني سمعنا عن إكثار النباتات باستخدام الشتول لآخر نوع أو طريقة من طرق الإكثار المنا نحكي عنها اليوم شو هي إكثار باستخدام الشتول يمكن للمهتم بزراعة النباتات المنزلية أن يقوم بالحصول على شتول النباتات المراد زراعتها بشكل مباشر من أحد المشاتل الزراعية الموسوقة ومن ثم زراعتها في المكان المخصص ضمن منزله ومتابعة العناية والاهتمام بها مع مراعاة أن يتم اختيار الشتول القوي الخاري من الأمراض والآفات وينصح بهذه الطريقة الحصول على شتول جاهزي وموسوقة من أحد المشاتل ومن ثم زراعتها في المنزل وذلك في حال عدم وجود الخبرة الكافية لإكثار النباتات المنزلية بالطرق المذكورة سابقا بمعنى أن المزارع أو من يقوم بإجراء الزراعة المنزلية لا يمتلك الخبرة الكافية لإكثار نباتاته بنفسه أو إكثار نباتات المنزلية بنفسه يقوم بالحصول بداية على الشتول من المشاتل وإكثارها في المنزل ثم لاحقا يتدرب على إجراء طرق الإكثار المختلفة في المنزل ويقوم بنفسه بإجراء هذه العمليات حلقتنا اليوم كانت عملي نوعا ما وممتعة وشيقة التي تحدثنا فيها عن طرق أهم طرق وأنواع الإكثار النباتات المنزلية بأنواع متعددة واتطرقنا لبعض الأمثل لبعض النباتات نشكرك جزيل الشكر دكتور رضا على هذه المعلومات الشيقة شكرا إلك دكتور رضا شكرا لك أستاذ إياد وشكرا لجميع مستمعي راديو الثورة في نهاية هذه الحلقة ليس لنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر لحسن استماعكم على برنامجنا الإسبوعي المتجدد دائما أنا معكم إياد ياسوف في برنامج فسح الجمال إلى لقاء متجدد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحرث وزرع أرض بلادك بكرات ترخر لبلادك كابد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها جاهد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة